المرأة جائز ولجمالها جائز ولنسبها او حسبها جائز ولدينها جائز بس ما يستووش لنوالد وجاء ناصحا لنا ودلنا على كل خير حتى لو كان الخير كمثقال الذرة قال فظفر بذات الدين تربت يدك تشعر بلفظة فظفر دي كإن فيه معركة وكإن فيه شيء النفيس الدنيا كلها بتتقاتل عليه فقولك اظفر الحق فكإنك انت لو ظفرت بها يبقى كإنك انت اخذت شيء النفيسا ليس له النظير وهو هكذا تاخد المرأة الدينة فقط لا غير يكفيك تكفيك هي ويكفيك دينها وتعيش طول عمرك سعيد لكن لو خدت اي صفة من صفات التلاتة بدون الدين قد تشقى بها شقاء مريرا تأخذها لمالها عشان غنية وانت اقل منها في المستوى ممكن تربيك وتجوعك وتتعالى عليك وتبقى منتش قادر تتصرف وانت عارف المرأة اذا استقلت بمال بيدي لها نوع منطغيان الا اذا حكمها الدين عشان كده انا بقولك ايه لو احنا تركنا الدين وحنتكلم على الصفات التلاتة دول لا يذل الرجل بها الرجل اللي الرجولة ماشية في دمه ما يستحملش انه يعيش مع واحدة من التلاتة دول بدون دين المال تتعالى عليه وانت عارفين الايه الرجال يقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ابقى نصف القوامل للرجل بيبقى قيمة على المرأة بها المال استقلت المرأة بالمال جابت من اعلها فلوس مستغنية تماما عن الراجل بيبقى فيه بينهم مشاكل كبيرة ولجمالها المرأة في الاصل زينة في الاصل المرأة زينة ولذلك ندب الرجل ان ينظر اليها انبارح جتني فتوى غريبة اوي ان فيه وحدة هي اللي بتبص على الخطاب بتسرق كده بتقولي انا لا اسمح لاحد ان يرى وجهي هي منتقبة ولا تسمح لاحد ان يرى وجهها فيقوم لما ييجي خاطب يخطب وهو قاعد في الصالون مثلا تيجي من فتحة الباب كده وتبص عليه اذا عجبها تقول دخلوه هتو اذا ما عجبهاش تطرقه الكلام ده كلام غير صحيح الكلام ده غير صحيح ليه لان الرجل يبحث عن الزينة والمرأة تبحث عن الصفة دي المرأة العاقلة اللي بتفهم الرجل عبارة عن صفة ما تاخدش راجل كده احلس املس ها وابيض وعيني خضرة وعمل يوندو غلبانا ولبس لي سلسلة وعمل يطرقه في الكلام مش ده الراجل الستة العاقلة ده ما يمزبهاش الستة العاقلة تبحث عن صفات الرجل هو اللي يبحث عن الجمال ليه لان المرأة زينة في نفسها وفي سنن النسائي ان مرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان المرأة اذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده ولذلك المرأة عندها كلف بمسألة الزينة وسألة تلبس ومسألة تبقى جميلة والخيطة ليه لان هي محط انظر الرجل في هذا ما فيش مانع نتخذ المرأة لجمالها بس مع كثرة المتاخمة الجمال بيروح البريق بتاعه الاولاني بينتهي وروح وممكن المرأة تزل جوز الجميلة دي وتقول له ده انا ست سيدة كان يتمناني وتبص على المراية في حاجات عجيبة انا عندي يعني في حاجات عجيبة يعني مثلا مرأة مثلا كل ما تروح تسرح في المراية تقول لزوجها بصراحة يعني الجمال ده مش خسارة فيك بتضحك معاي يعني بتضحك معاي يعني ما فيش لغضب ولا الكلام ده بس ترمي بالكلام هو بقى حصلته دي مرة يعدي ومرتين ما يعديش ومرتين يعدي ومرة يعدي المهم مشاكل بسبب ليه بسبب الكلام ده فالمرأة الجميلة ماشي الحال تزوج لجمالها المرأة اللي عندها حسب ده دي مشكلة المشاكل حصل بينك وينها مشكلة زي ما يحصل في اي بيت يعني اول ما تروح هناك ابوها له منصب اخوها له منصب ياخده يرمك في التخشيب على طول تبقى من ضمن المحبوسين الافاضل ها او المجرمين الافاضل اللي قاعدين في الافص ها مشرفين فطبعا حاجة زي كده بتبص تلاقي كيهين مناخيرك مكسور على طول وما انتش قادر كل شوية في الافص بتكاكل ها وتطلع من الافص تلالي يعني حاجة ايه حاجة على المذهبين كده وكده يعني الله المستعان المهم كل الاصفات دي لا يسعد الرجل اطلاقا مع المرأة الا اذا ضم الدين اذا كانت تتيه عليه بمالها يوم ايه تتذكر ايه الدين وانه لا يجوز لها وان الرجل هو قيمها وبعلها وسيدها فتقوم ايه تقوم تكش شوية من المسألات ها اذا مثلا الحسب ولا النسب الكام تعرف ان يوم القيامة لا انسب بينهم يوم اذن ولا يتساءلون الكلام ده فتقولي انا بتكثر بايه يعني ممكن هذا الرجل اللي هو ليس له الناس ويسبقني ويسبق اهلي جميعا يوم القيامة يعني اذا المعنى الديني هو اللي بيخلي اي صفة هذه الصفات ممكن ايه ممكن تستقيم تستمتع المرأة بها ويستمتع الرجل بها لكن اذا كان الكلام ده كله بدون الدين بتبقى مشكلة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه قال فظفر بذات الديني تربت يدك طبعا تربت يدك لها معنايان المعنى اللي انا اراه يعني اجود واقرب والكلام ده تربت يدك اي تعلقت يدك بالبركة لان التراب هو مصدر النماء والخير والبركة فظفر تربت يدك اي تعلقت يدك بالبركة وفي بعض العلماء يقول ايه يعني يفسره معنا افتقرت سعير مسيب نموذج لهذا الوالد الذي يفهم لماذا خلق عارف يود بنته فين احنا كلنا كنا فقراء مفيش واحد على الارض ها الا كان فقيرا وانا بخاطب اولاي الامور اللي عملين يغلوا في المهور والكلام ده وقول له انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا والكلام ده انا بقول له بالله عليك الم تكن يوم تزوجت مثل هذا الذي تقدم الى ابنتك بل اقل ومع ذلك قابلك والد زوجتك انت النهاردة معك ايه من اصحاب الملايه مفيش واحد النهاردة قاعد على الاساس اللي اشتراه في الزواج الاولاد لا نقل من شقة لشقة نقل من شقة البيت مثلا نقل من بيت لفلا والكلام ده وقدد الاساس والعفش والكام ده طب تتذكر هذه الايام وتعرف ان لو لا اصلك النجيب ما كانش البنت دي عاشد معاك هذه السنوات فاحنا بناخد من قصة سعيد وده اللي كان خطبها مش واحد عادي ده كان امير المؤمنين خطبها لي ابن ولي العهد يوم يتزوجه لرجل لا يمتلكه ده رحمين هو ده الدين اللي يعمل كده ما يعملش كده غير الدين فيعني عشان كده انا بانصح دائما ان نقرأ سير العلماء ولما نقرأ سير العلماء من مرش مرور الكرام كانها حدوتة لابد ان نستل ونأخذ العبرة من قصص هؤلاء العلماء سعيد ترجمة الحياة طويلة وفلوه كلام جميل يعني اهم حاجة في ترجمة سعيد غير مواقفه كلامه الجميل الفصل ترجمة نانسي قنقر